فيديو جديد وفيديو مميز عاوزة ارحب بيكم معايا في فيديو النهاردة هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا في الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لسه ما اشتركتش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعمل اشتراك للقناة وما تنسيش كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف مع بعض الادوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها بعد كده هنشوف عندنا منظم للمنازيل تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتنظمي من خلاله المنازيل الورق او المنازيل الرول والمنظم ده بيجي معا اداة تسبيت تقدر ان انت تثبتيه عليه بكل سهولة بعد كده عندنا منظم لتوزيع الزيت والمنظم ده بيجي معا فرشة بتساعدك ان انت توزع الزيت بشكل متساوي على الحلة او الصينية بتاعتك بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من منظمات البوكاليات وهي بتيجي باحجام مختلفة تقدر ان انت تنظم بيها الرز او السكر او الدقيق او مختلف انواع المكارونات او تقدر تنظم بيها المكسرات او طبعا مختلف انواع الاطعمة اللي انت بتفضليها تقدر ان انت تنظميها في المنظمات دي وطبعا تقدر ان انت تستخدمي المنظمات دي في التلاجة او برا التلاجة بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ والمنظم ده بيجي مكوام من دورين وبيبقى مقفول كده تقدر ان انت تنظمي وتصفي من خلاله الاطباق او الشوك او السكاقين وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا شكل من اشكال المنظمات الجميلة تقدر ان انت تثبتيها عندك على الجدار واللي طريقة تثبتها سهلة جدا تقدر ان انت تنظم عليها العطور او الكريمات او الشامبوهات او مختلف الحاجات اللي انت بتستخدميها دايما وطبعا المنظمات دي تقدر ان انت تثبتيها في الحمام او في المطبخ وتقدر ان انت تنظم عليها اي حاجة انت عاوزيها دلوقتي هنشوف عندنا مصفة طريقة تصميمها جميلة جدا تقدر ان انت تصفي من خلالها الخضار او الفكهة او المكارونة او الفراخ او اللحمة تقدر ان انت تصفي بيها اي حاجة انت عايزيها بكل سهولة هنا بقى هنشوف عندنا القطعة اللي بتساعدنا اننا نثبت المشترك او جهاز الانترنت او الرمود او اي حاجة احنا عاوزين نثبتها على الجدار او في اي مكان احنا عاوزينه بطريقة سهلة جدا هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للصابون المنظم ده تقدر ان انت تثبتيها على جدار الحمام بكل سهولة وتنظمي دي ستابنتين في نفس الوقت بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مدخل للمية تقدر ان انت تثبتيها على اي قرورة عندك وتستخدميها بكل سهولة من خلال الضغط على الزرار تقدر ان انت تستخدم المية او العصير او اي حاجة انت عاوزيها بكل سهولة هنا عندنا شكل من اشكال فتاحة الكنزة او العصائر وزي ما انت شايفة كده معايا استخدامه بيكون سهل جدا وهنا هنشوف عندنا منظم للمكسرات والحلويات بيجي على شكل وردة وزي ما انت شايفة كده تقدر ان انت تنظمي بيه كمية كويسة جدا من المكسرات او الشوكولاتة او الحلويات دلوقتي هنشوف عندنا منظم بيكون لي كذا استخدام تقدر ان انت تثبتيه عندك في الدولاب وتنظمي بيه الشربات او الملابس الداخلية او تقدر ان انت تثبتيه في المطبخ وتنظمي بيه مختلف الاكياس اللي بتكون عندك واستخدامه سهل جدا وعملي وهنا عندنا مجموعة من الاخطية تقدر ان انت تغطي بيها اطباق الاكل وكمان تقدر ان انت تستخدميها كاطباق للتقديم يعني هي بيكون لها كذا طريقة في الاستخدام زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو بعد كده عندنا الفرشة اللي بتساعد على تسليك المصارف او الحوض عندنا بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهي بتكون مارينة وعملية جدا في الاستخدام وبتتحرك معاك بكل سهولة وبيجي معاها المشبك ده هنا بقى عندنا منظم ومصفى للزيت يعني لو انت عندك زيت استخدمتي قبل كده تقدر ان انت تصفيه باستخدام المصفى دي بحيس ان كل بواق الاكل اللي بتبقى موجودة في الزيت ده هتتصفى والزيت هيفضل عندك نضيف وبعد كده هنا هنشوف عندنا الجوانتي السيليكون ده طبعا الجوانتي ده تقدر ان انت تستخدميه في تنظيف الموعين وتستخدميه في مختلف التنظيفات اليومية اللي بنعملها في البيت وغير كده طبعا هو بيحافظ على ديكي من المواد الكيموية او مواد التنظيف اللي بنستخدمها في مختلف التنظيفات في البيت بعد كده هنشوف مع بعض عندنا سلة تقدر ان انت تنظمي بيها الهدوم اللي بتكون مش نضيفة وهي بتيجي متوفر معاها سلة صغيرة تقدر ان انت تنظمي بيها الشربات او الملابس الداخلية زي ما هو واضح كده قدامك من خلال الفيديو بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا اداة مميزة بتساعدك ان انت تعملي من خلالها السجوء او تقدر يتحشي المنبار بكل سهولة تقدر يتعملي من خلالها الاكلات دي من غير ما تاخد منك وقت ولا جهده خالص بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا فرشة للتنظيف الفرشة دي تقدر ان انت تلفيها كده بطريقة مارينة جدا وتنظفي بيها جميع الزوايا اللي بتبقى موجودة عندك في مختلف الاسطح او الارضيات وبييجي معاها مجبك كده صغير بيساعدك ان انت تشيلي اي حاجة موجودة في الارضيات او في المصارف بكل سهولة بعد كده عندنا مجبس التوم اليدوي تقدر ان انت تقطع به التوم وغير كده كمان تقدر ان انت تقطع به الفلفل وهو طبعا بيكون عملي جدا وسهل في الاستخدام بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم تقدر ان ان انت تسبتيه في المطبخ او في الحمام وتنظمي فيه مختلف لوازم المطبخ او مختلف لوازم الحمام بعد كده هنشوف عندنا حامل او منظم لادوات مختلف التنظيف زي الممسحة او المكنسة وهو يعتبر من الرفوف لزياتية اللاصق يعني مش بتحتاج لأي مواد لاصقة عشان تسبتيه على الجدار بعد كده هنشوف عندنا منظمات للهدوم وهي بتكون مصنوعة من القماش تقدر ان انت تنظمي فيها البناطيل او التشيرتات او مختلف انواع الهدوم اللي بتبقى عندك وطبعا المنظمات دي بتساعدك ان الدولاب عندك يفضل مرتب ومنظم وغير كده بتساعدك على استغلال المساحات الصغيرة جوه الدولاب بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من القطع اللي تقدر ان انت تسبتيها عندك على مصفة حوض المطبخ وبعد كده تقدر تلمي كل بواي الاكل والاوساخ اللي تصفت عندك في حوض المطبخ بكل سهولة بعد كده هنشوف عندنا مصفة وطبق بيجوا مع بعض كده تقدر ان انت تصفي بيها الخضار او الفكهة او تستخدميها بكذا طريقة مختلفة تقدر ان انت تستخدمي الطبق اللي تحت كطبق تقديم بعد كده هنشوف هنا عندنا ممساحة تقدر من خلالها ان انت تنظفي الشبابيك اللي عندك بكل سهولة من جوة ومن برا وطبعا طريقة استخدامها سهلة بتسبتيها على الشباك بنفس الطريقة اللي هتشوفيها معايا من خلال الفيديو وتقدر طبعا تدفلها مادة التنظيف اللي انت بتفضلي ان انت تستخدميها وبعد كده هنا هنشوف عندنا اكياس خاصة بالرحلات الاكياس دي تقدر ان انت تحفظ فيها المية او العصير وهي بتاخد معاك تقريبا زي 7 لتر من اي نوع سباقل انت عاوزة تحفظيها وغير كده استخدمها سهل جدا هنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الكطع السيليكون اللي تقدر ان انت تسبتيها عندك على كرسي الحمام وهي بتساعدك ان انت ترفعيه وتقفليه بكل سهولة من غير ما تضطر ان انت تمسكيه بايدكي زي ما هو واضح كده قدامك من خلال الفيديو بعد كده بقى تعالي نشوف مع بعض عندنا الحصيرة المصنوعة من السيليكون تقدر ان انت تصفى عليها الاطباق ومختلف ادوات المطبخ بعد ما تخسليها وهي طبعا بيكون عندها كدرة عالية جدا في امتصاص اي سوائل دلوقتي هنشوف مع بعض عندنا كبة صغيرة بيجي معاها كزا طبق صغير وطبق كبير برضو تقدر ان انت تفرمي فيهم التوم او البصل او الفلفل او تفرمي من خلالها اللحمة والفراخ او تطحاني المكسطرات او التوابل يعني تقدر ان انت تفرمي كزا حاجة في نفس الوقت وغير كده تخدمها بيكون سهل جدا وبسيط دلوقتي هنشوف مع بعض عندنا منظم بيجي عبارة عن اربع رفوف تقدر ان انت تثبتيه عندك في الصغلة او في المطبخ وتنظمي بيه الاجهزة الصغيرة او مختلف الحاجات اللي بتكون عندك في البيت وغير كده ها بيكون مزود بعجلات بحيس ان انت تقدر ان انت يتحركي بكل سهولة ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهيته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدري تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر انيتي تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدروا تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبداياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انتي تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انتي عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انتي بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتو بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكو او تحللكو مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انتي عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مازاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوزا اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس بس كده دول التلات طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات اتبكم في رعاية اللي